سعد سفير المسعود معلوف مساء خير سعد سفير نعم مساء النور لكم جميعا نعم يعني قراءة سياد تكلمة يجري الآن على أرض الشرق الأوسط لتلك المنطقة البائسة يعني الصوريخ الإيرانية التي رشقت بها إسرائيل إسرائيل تفكر في الرد هل يمكن أن نتطور الوضع إلى ضرب إيران هل يمكن أن تشتعل المنطقة أكثر من هذا تحليلك وقراءتك سعد سفير يعني لنقول بصراحة أن الأمور مفتوحة على جميع الاحتمالات كل الاحتمالات واردة والمأمر متوقف على خطأ من هنا أو من هناك إيران قالت منذ مدة أنها لا تريد الحرب إسرائيل لا يهمها الحرب ليس من مصلحتها الحرب حزب الله ولبنان لا يريدون الحرب الولايات المتحدة إدارة الرئيس بايدن لا تريد الحرب الوحيد الذي يريد الحرب هو نتنياؤو وهو يستفز إيران ويستفز حزب الله ويستفز الحوتيين من أجل استدراج إيران إلى حرب وبالتالي استدراج الولايات المتحدة إلى حرب ما أعتقده أنا في الوقت الحاضر هو أن نتنياؤو عينه على المنشآت النووية الإيرانية وهو يود أن يستدرج الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران من أجل أن تقوم إسرائيل بالمشاركة مع الولايات المتحدة بعمليات عسكرية ضد إيران وبصورة خاصة ضد المنشآت النووية الإيرانية هذه هي قراءتي لما يقوم به نتنياؤو منذ فترة في المنطقة عدم قبوله بوقف إطلاق النار في غزة بعد كذا جولات متتالية من المفاوضات عدم قبوله بوقف إطلاق النار بعد مطالبة أكثر من 12 دولة بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بذلك ودول عربية أخرى هو يريد الحرب هذه هي مصلحته في هذا الموضوع أنا أخشى أن تتطور الأمور الآن الأمر متوقف على الرد الإسرائيلي ما قامت به إيران كان متوازنا معقولا فيه يعني نوع من ردة الفعل على مقتل إسماعيل هنية وأمور أخرى قامت بها إسرائيل والآن لم تقم إيران بضربة كبرى لإسرائيل يعني لم ما قامت به إيران ليس من شأنه إشعال حرب ولكن ربما ربما نتنياهو سيأخذ من ذلك ذريعة هذا مع العلم أن الولايات المتحدة إدارة الرئيس بايدن أعطت التعليمات للجيش الأمريكي المتواجد في المنطقة منذ فترة غير بعيدة بأن يدعم إسرائيل بأن يدافع عن إسرائيل يعني وكأننا اقتربنا مما يريده نتنياهو وأمل أن أكون مخطئا في تحليلي نعم سيد سعد سفير يعني نتنياهو بيفرض رطه أو رغبته أو جموحه أو حمقته على جميع الأطراف مستغلا ما بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الظروف الانتخابية الشديدة للتعقيد داخل المجتمع الأمريكي لكن على الصعيد المنطقة في الشرق الأوسط هل يمكن أن تستغل ومخاوف سيادتك أن إسرائيل تستغل الموقف وتهجم مع الولايات المتحدة الأمريكية على إيران هل يمكن أن تتطور الأمور وتدخل أطراف أخرى خارج الإقليم زي روسيا زي الصين يعني أولا أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستتدخل في حرب ضد إيران إذا إيران لم تكن بعمليات إضافية تشكل خطرا على إسرائيل الأعمال التي تمت حتى الآن وعلمنا وقرأنا واتطلعنا بأن إيران قد أبلغت روسيا عن ذلك قبل بوقت من حصولها وأن الولايات المتحدة قرأنا أتتنا مراسلات عديدة من مسؤولين في الولايات المتحدة بأن هناك اقتراب من قيام إيران بعمليات أي أن هذه العملية هي وكأن أعلن عنها مسبقا من أجل اتخاذ الإحتياطات لأن إيران لا تريد أن تستدرج في حرب واسعة النطاق في المنطقة فالولايات المتحدة لا أعتقد أنها ستتدخل إن لم يحصل المزيد من العمليات الإيرانية وفي حال كانت خطرة على إسرائيل الآن إذا تدخلت إيران سمعنا كيف أن من العراق أن الحشد العراقي سيقومون بقصف المواقع الأمريكية في العراق طبعا إذا تدخلت الولايات المتحدة وخاصة إذا تدخلت أيضا إسرائيل بعمليات عسكرية كبرى ضد إيران أعتقد أن الأمور من شأنها أن تتوسع لا أعرف بالضبط من سيتدخل ولكن سيكون ذلك مؤشرا لتوسع العمليات العسكرية في المنطقة ولتحقيق رغبة نتنياهو بالقيام بعملية في هذه المنطقة حرب إقليمية في هذه المنطقة أنا بشكرك جدا سعد سفير مسعود معلوف متحدثا بشكل دقيق وقراءة منطقية للأحداث ومخاوف من انخرط المنطقة وانزلق المنطقة في هوية رغبات مكبوتة لبنيامين تنياهو وأن يشعل الموقف بشكل كامل خليني أروح